اهلا وسهلا بكم في قناة انا تكنولوجيا معاكم واقل علي. في الفيديو ده هنشرح طريقة تقدر من خلالها تحمي الملفات الخاصة بك برقم سرري بحيس محدش يقدر يخش عليه الا لما يكون عارف رقم السر ده. وبتعمل الطريقة دي مع الملفات المهمة جدا. تمام? فعلى سبيل المسال هنفتح مسلا الباوربوينت والشرح ده هيكون على برامج الاوفيس زي الباوربوينت زي الاكسيل زي الورد. مسلا على سبيل المسال احنا كتبنا بيانات كتيرة جدا. تمام? وبعد ما خلصنا عايزين نحفز الملف ده بحيس لو حد شاف الملف ده ما يقدرش يفتحه اللي لما يكون معاه الرقم السرري. فكل اللي عليها بضغط على حاجة اسمها فايل. بعد كده الطبيعي لما هنحفز اي ملف بندوس ولكن في الطريقة دي عشان اقدر احفز الملف برقم سري بضغط على حاجة اسمها سيف اس. بعد كده بضغط على حاجة اسمها براوز. تمام? هنا سيف اس تمام? وبعد كده براوز اللي هي تصفة. بمجرد ما ضغط عليها كده بيظهر لي بالشكل ده. فطبعا احنا في طبيعي في الطبيعي كنا بنضغط على سيف عسان نحفز الملف. ولكن عشان احفز الرقم سلي فكل اللي عليها بضغط على حاجة اسمها او ادوات. واختار حاسمها تمام? وهنا بيقول لي دخل الباسورد. او دخل كلمة السر. طبعا يفضل انك دخل كلمة سر كلمة صعبة بحيس ما حدش يقدر اي خمنها. ولكن مسلا انا هدخل مسلا رقم دخلت مسلا اربع ارقام. بعد كده بضغط على او كي. من مجرد ما ضغط على او كي بيقول لي دخل اربع ارقام مرة تانية. فبضغط نفس الاربع ارقام. بعد كده بضغط او كي. بعد كده بضغط سيف. تمام? هنا بقول لي ده ما يقول لك ان هو الملف ده موجود بالفعل. فعلا انت عاوز تحفظ هدوس تمام? كده انا حفز الملف. هو الملف ده اللي احنا حفظناها برقم سري. طب تعالوا نجرب نفتحه ونشوف ايه اللي هيحصل. بمجرد ما بفتح الملف بيقول لي دخل الباسورد. فانا مسلا هدخل الباسورد اهو. هتلاحظوا ان البرنامج او المحتوى فتح معي. طب تعالوا ندخل مسلا باسورده غلط. شوف اللي هيحصل. هنا الملف مسيل ده يفتح ويقول لي ان الملف ده خاطئ او الباسورد ده خاطئ من الصحيح. تمام? فمسيل ده يفتح معك الا لما تدخل باسورد بسكل صحيح. ونفس الكلام ينطبق على المايكوسوفت وورد. انا فتحت مايكوسوفت وعاوز احفظ الملف برقم سيرل. فقول ليه علي بضغط على حاجة اسمها فايل. بعد كده بعد كده بعد كده بضغط على حاجة اسمها توز. بعد كده بعد كده بعد كده هنا بدخل اي باسورد بس باسورد يكون انت حافظه ويكون صعب وانه اي حد يتوقعه. تمام? وادوس اوكي? واكتب نفس الباسورد مرة تانية. وادوس اوكي. تمام? وادوس سيف. طب تعالوا نفتح ملف مرة تانية كده ونشوف ايه اللي هيحصل. ادي ملف الورد اهو. تمام? بمجرد ما فتحناه قال لي دخل الباسورد. تمام? دخلت الباسورد بشكل صحيح ففتح معي البرنامج. وتعالوا نجرب الطريقة دي برضو على المايكروسوفت اكسل. تمام? مايكروسوفت اكسل نفترض ان احنا عندنا مسلا محتوى او بيانات كتيرة جدا وبعد ما خلصنا عايزين نحفز الملفات بحيث محدث يعرفها فكل اللي عليها بضغط على حاجة اسمها فايل? بعد كده بعد كده بعد كده بعد كده باجي عند حاجة اسمها طبعا انا في الطبيعة كنت او دوس لكن المرة دي هدوسها حاجة اسمها بعد كده بعد كده انا بيقول لدخل الباسورد. فانا بدخل الباسورد تمام? بعد كده بادوس اوكي. وزي ما قلنا الباسورد لازم يكون باسورد صعب. صعب على الناس لكن سهل انك تفتكروا. تمام? بعد كده بادوس اوكي. وادوس تمام? وادوس تمام? تعالوا نفتح الملف الاكسل نفس الكلام هيقول لدخل الباسورد فانا دخل الباسورد كده وهيفتح معايا. ولو فتحت لو كتبت الباسورد بسكر خاطئ او بسكر غير صحيح مش يارض يفتح معايا الملفة. تمام? طبعا في الغالب احنا بنعمل الباسورد الباسوردات الخاصة بالمايكروسوفت اوفيس بنعملها للملفات المهمة جدا اللي محدش مسلا مش عايزين حد يشوفوا المحتوى الخاص بيها. تمام? فبالتالي بعملها برقم سري. يليك لو اعرفك الفيديو وتستعملوا لايك للفيديو وسبسكرايب القناة بتاعتنا وشير عشان غيرك يستفاد واستنونا في فيديهات جديدة وشكرا جزيلا.